اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيكون بيت خبرة تابعا للبرلمان العربي ضمن الاستراتيجية الجديدة التي يتبعها البرلمان العربي والتي تستند الى تفعيل دوره ليتماشى مع المتطلبات المرحلية وذلك من خلال تطوير اساليب عمله واستحداث عدد من الاليات والهيئات الداعمة له ومنها اطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واشار العسومي الى انه تم اعتماد الدبلوماسية البرلمانية كالية محورية ضمن السياق العام للتوجهات المستقبلية اعلاء للمصلحة العربية وتلبية لطموحات الشعوب بما يتكامل مع بقية مؤسسات العمل العربي المشترك ويتضافر معها ويدعمها المركز الدبلوماسي البرلماني العربي سيقوم بدور واعد ودور عظيم بإذن الله في تدريب الكوادر البرلمانية في البلاد العربية ويجاد ارضية مشتركة للتلاحم ما بين البرلمانات العربية المختلفة خطوة جيدة وكل خطوة تقوم بيها اي مؤسسة عربية لمحاولة التدريب والتعريف والعمل الجدي في هذا الاطار انا بارحب بيها طبعا مش عايز الكلام ويدا فكرة جيدة وارجو انها تنجح